والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين الإخوة والأخوات الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها نحن نلتقي بكم في هذه الليلة الثانية من موسم أمير النحل في ذكرى عطرة في ذكرى غالية على قلوبنا جميعا ذكرى مميزة وهي ذكرى ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام وهي الذكرى التي يحييها جميع المسلمين في العالم وبالأخص شيعة علي بن أبي طالب فهنيئا لنا بولاية علي بن أبي طالب وهنيئا لكم أنتم أيضا فهي أكبر ولاية حزناها وهي أكبر نعمة أعطانا الله إياها خير ما نبدأ به هذه الليلة العطرة المباركة آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا الأخ القارئ السيد هادي السيد عباس فليتفضل مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد بباطن بباطن شكرا شكرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليك من حبل الوريد إذ يتلق المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لجيه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ونفخ في الصور ذلك يوم العيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قريبه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من العيد للخير معزد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد صدق الله العلي العظيم جزيل الشكر للأخ القارئ السيد هادي على تلاوته العطرة ونسأل الله له دوام الموفقية مرة أخرى إخواني وأخواتي نهنئكم بقرب ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام ونلتقي في هذه الليلة الليلة الثانية من موسم أمير النحل في هذه الليلة لدينا مهرجان أنشودي تتنافس في مذح علي بن أبي طالب عدة فرق من مناطق مختلفة ولكن هل لنا بوقفة قصيرة لنعرف ماذا يعني اسم هذا الموسم؟ ماذا يعني لقب علي بن أبي طالب بأمير النحل؟ رويت في هذه التسمية عدة أوجه نشير إلى بعض منها الوجه الأول أو الرواية الأولى عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في قوله عز وجل ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللاً يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه إلى آخره أنه في ذلك لآية لقوم يتفكرون أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي أميرها فسمي أمير النحل رواية أخرى يقال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجه عسكرًا إلى قلعة بني تغل فحاربهم أهل القلعة حتى نفذ أسلحتهم فأرسلوا إليهم كوار النحل فعجز أسكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها فجاء علي فذلت النحل له فلذلك سمي أمير النحل وفي رواية أخرى أيضاً أنه وجد في غار النحل فلم يطيقوا له فقصده علي عليه السلام وشار منه عسلًا كثيرًا فسماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير النحل واليعسوب طبعاً الشعراء والمنشدين تغنّوا في مذح علي بن أبي طالب وهاموا به وأنشدوه شعراً وأناشيد مختلفة في هذه الليلة العطرة سوف نبقى مع عدة فرق كما أسلفنا تنشد حبًا في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تبحر في بحر الشعر مع الكلمة مع اللحن الجميل وأول فرقة تطل علينا فرقة أتتنا من العاصمة فرقة جاءت إلينا من عاصمة البحرين من؟ من وين؟ من المنامة من عاصمة البحرين المنامة مع فرقة منتظرون مع اللحن والكلمة الهادفة فليتفضلوا على الرحب والسعى مسبوقين بالصلاة على محمد وعلى محمد التي تلهج بذكر علي بن أبي طالب عليه السلام نسأل الله أن ينزقنا وإياكم ولاية علي بن أبي طالب في الدنيا وشفاعته في الآخرة إن شاء الله إن ذكر علي بن أبي طالب فلا نذكر مولده فقط وإنما نذكر سيرته العطرة ونذكر كل محطة من محطات حياته نذكر ولادته في جوف الكعبة نذكر وقفته مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نذكر بيعة الغدير نذكر مواقفه في المعارك والحروب إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه هو أبو الحسن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأول من لبى دعوته واعتنق دينه هو أفضل هذه الأمة مناقب وأجمعها سوابق وأعلمها بالكتاب والسنة وأكثرها إخلاصاً لله تعالى وعبادة له وجهاداً في سبيل دينه فلولا سيف علي بن أبي طالب لما قام الدين ولن هدَّت صولة الكافرين نعم لم تعرف الإنسانية في تاريخها الطويل رجلاً بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من علي بن أبي طالب ولم يُسجَّل لأحدٍ من الخلق بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الفضائل والمناقب والسوابق ما سُجِّل لعلي بن أبي طالب وكيف تُحصى مناقب رجلٍ كانت ضربته لعمر بن عبد ودٍّ العامري يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين وكيف تُعدُّ فضل رجلٍ أسرَّ أولياءه مناقبه خوفاً وكتمها أعداؤه حقداً ومع ذلك شاع منها ما ملأ الخافقين وهو الذي لو اجتمع الناس على حبه كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الله النار ذلك هو علي بن أبي طالب وهذه بعض أفضل شكراً 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 بدأنا من العاصمة المنامة وأتحفونا بالكلمة وبالصوت ونرجو أن يشاركونا مرات ومرات ونطير بعيداً نحتاج إلى طائرة لأننا سنذهب إلى قريةٍ بعيدةً عنّا في المكان قريبةً منا في القلب بلدة وقرية في المنطقة الغربية في المنطقة الغربية عرفت هناك منطقة المقصودة؟ كرزكان ننطلق ونطير معكم إلى قرية كرزكان قرية الكرامة والصمود مع فرقة أصداء الغدير من قرية كرزكان وهي الفرقة الثانية في هذه الليلة في هذا المهرجان الأنشودي فلنستمع إليهم سوياً معكم وهم يتغنّون في حب علي بن أبي طالب أمير المؤمنين فلنستقبلهم بصوتٍ عال بالصلاة على محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فرقة أصداء الغدير تبارك لكم ذكرى ولادة الأمير ومن عمل شعراء ألهمهم محمد في ذكرى ولادة منقذ البشرية في العام الفائد إلى عمل شعراء ألهمهم علي في ذكرى ولادة الإمام علي عليه السلام العمل من ألحان فرقة أصداء الغدير ومن كلمات مجموعة من كبار الشعراء صلوا على محمد وآل محمد يقال على الباب التي عنها الزهاق عجزة كف أربعون وأربعون يقالع الباب التي عن هزها عجزة كف أربعون وأربعون رفعت سيفاً والشعار لا سيف إلا ذو الفقار رفعت سيفاً والشعار لا سيف إلا ذو الفقار لا سيف إلا ذو الفقار على اليوم رفعت علوك صرت للأفلك محور أنت للأمة فتاها لا فتا غيرك يا حدا لا فتا غيرك يا حدا تلقى توياك الشجاة وانت قال عباب خبار يا وصف بكري وصفك بالوصف هيهاك أقدر أهواك حتى في حشاشة مهجتي نار تشف على هواك وتلدع يقالع الباب التي عن هزها عجزة كف أربعون وأربعون رفعت سيفاً والشعار لا سيف إلا ذو الفقار رفعت سيفاً والشعار لا سيف إلا ذو الفقار لا سيف إلا ذو الفقار يا علي بك استقر جوهرت كنز الكرامة يا أصول الخمسة منك يستمر أصل الإمامة يستمر أصل الإمامة جبهة المؤمن ما حبتك أصبحت أوضح علامة كل عمل بالدنيا نعمل نعرض يوم القيامة نعرض يوم القيامة وإليه في يوم المعاد حسابنا أنت الملاذ لنا غداً والمفزعون يقالع الباب التي عن هزها عجزة كف أربعون وأربعون رفعت سيفاً والشعار لا سيف إلا ذو الفقار رفعت سيفاً والشعار لا سيف إلا ذو الفقار لا سيف إلا ذو الفقار أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطني مكتا وسط البيت إذ وضيع سمتك أمك لنت ليس حي دارة أكرم بلا أخواتي ليس أنجبت سبوع وأنت والحق يا أقل نامي به قدا على الحوض حقا تحشران معه وأنت صنو نبي غير شرعته للأنبياء إله العرش ما شرع وأنت غوث وغيث في ردا وندى لخيف ولراجل لذوى تجعى وأنت ركن يجير المستجير به وأنت حسن لمن من دهره فزعى وأنت أنت الذي حطت له قدام في موضع يده الرحمن قد وضعى أنت العلي الذي فوق العلا رفيع ببطن مكة وسط البيت إذ وضيع سمتك أمك بنت ليس حي دارة أكرم بلا أقواتي ليس أنجبت سبوع وأنت أنت الذي للقبلتين مع النبي أول من صلى ومن ركع وأنت أنت الذي آثاره ارتفع على الأثير وعنه قدره تضع وأنت باب تعلشان حارسه بغير روحة روح القدس ما قرع حكمت في الكفر سيفا لو هوايت به يوما على كثيف الأفلاك لا أنخلع عالجت بالبيض أمراض القلوب ولو كان العلاج بغير البيض ما نجاع أنت العلي الذي فوق العلا رفيع ببطل مكة وسط البيت إذ وضيع سمتك أمك بنت ليس حي دارة أكرم بلا أقواتي ليس أنجبت سبوع الله، 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 الله الله، 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 الله الله، 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 الله الله، 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 الله 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 يا مولا بعث الإله إلى الأناه من محمدا وتمها بخلافة المولى علي وتنزل القرآن عند محمد وكمال تاوي للكتاب غدا علي يا مولا وإلى معريج السماء محمد يرقى فيلقى عند سدرتها علي ويهاجر البلد الحرام محمد ويبيت مفتديا بمرقده علي الله 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 من الجهاد محمد من دا الذي صرع العتاة سوى علي في خندقه الأحزاب صاح محمد من ذا لعمر فانبرى يمضي علي يا مولا ويحج في بيت الإله محمد أوليس من بيت الإله أتى علي والجنة المثلى لدين محمد لكن بشرط دخولها تهوى علي والنار ما خلقت وحق محمد إلا لتسمي الحاقجين على علي والجنة والنار كل محمد وقتيمهما يوم الحتاب غدا علي صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لا نعرف ماذا نقول لهم أيضا بعد أن قلنا في الفرقة الأولى من المنامة جزيل الشكر ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إن شاء الله وأن يثبتنا على ولاية أهل بيته وأن يرزقنا شفاعتهم في الآخرة طبعا اختصارا للوقت ما راح نطول الفقرات بس معروف أن بعض الناس اللي أمونا في حب علي دائما نقول لأننا تعبدون علي وإحنا نكرم هذا الشيء طبعا علي له مكانة خاصة لدينا ولكن نحن نعرف مكانته وغيرنا ما يعرف مكانته ففي واحد سأله يقول كل يوم صيحا يا علي كل يوم صيحا يا علي كل ساعة صيحا يا علي كل لحظة صيحا يا علي قالولي يا شيء افتهم يا الله أحسن لو علي يقول انت عندك الله أحسن لو علي قلت لهم أدري الله أحسن من علي بس الله ما ينزل إلي ترفعني لله شفع لي هذه معنات الشفاعة أننا نتوسل بأهل البيت وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى لكن للأسف الجهال ما يعرفون هذا الشيء لو تقعد إياه مني للصبح وعشان النشطكم كم من بيت تردون إياه بكلمة علي مستعدين؟ لأننا عندنا بعدين رحلة بعيدة شوي بصوب المطار هي عن بيعة علي ولكن ذكروا عليه في كل وقت عباده أي يوم فيه أملاك السماء هتفت باسمي وغدى المختار في الناس خطيباً رافعاً كفاً قائلاً من كنت مولاه فمن بعدي من يبايع بايع الله فقولوا حبنا ذكره مشرب المؤمن دوماً صاحب الحق نحن من المنامة بصنكر زكان من روح جهة المطار وين؟ أبنى الدير وأبنى سماهيج فبتختارون من؟ من اختار قرية الدير وإلى فرقة الأخوة الموجودين عند الباب عند البوابة تفضلوا في الأمام في مقاعد في كراسي خالي حياكم تفضلوا حياكم تفضلوا الموجودين عند البوابة في كراسي فاضية في الأمام إلى فرقة البيان من قرية الدير نستقبلها معكم كما استقبلنا من قبلهم الفرقتين نستقبلهم بالصلاة على محمد وآل محمد موسيقى هذا النبض في قلب رد عاشق خداني تورد عاشق خداني تورد نبضاتي نبضاتي ما سجد نبضاتي ما سجد وصلت إلا على الهاد محمد الله مصلت الله محمد وبمولد الكرار جانا والفرحة ما تتحدد بحاجة زجرتنا وتبخرنا 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 وصلنا على الهاد محمد اللهم صلي على محمد الله صلي على المحمد الله صلي على المحمد والفرحة ما تتحدد بحاجة صلى الله عليه علي أمير ونعم الأمير نصير النبي وخير النصير أبو الحسنين وزوج البتون ووارث طه وأعلى وزير بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم السلام على منقذنا من الجهالة وهادينا من الضلالة محمد الأمين وعلى آله وصحبه المنتجبين السلام عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة الله وبركاته نبارك لكم ذكرى ميلادي يعسوب الدين وولي المتقين فاروق هذه الأمة حبيب رسول الله علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام يسر فرقة البيان الإنشادية مشاركتكم أفراحكم الولائية بقصيدة متواضعة راجين من الله ثم منكم القبول وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد الله صلى الله محمد قم وابتهج ولد الذي بالنور قد خلقا وانظر جدار الكعبة كيف لهم فتقى ولد الذي بقدومه فغر السماء ضحكا ذاك المسمى حيدر ملك الهوى ملكا الشمس والقمر من نورهم سحر خير الورى ولدا قلبي له سعدا أحلى من العسل ذكرى قدوم علي والكل مسرورون بالحب مغمورون قرآننا وطريقنا نحو السماء هو الأمل حيدا حيدا لبرسنا وضياؤنا منهجنا خير العمل حيدا حيدا ركن الهدى حام الحما كهف اليتام إنه حيدا حيدا يكفيه فاخرا إنه رب العلاه وكنه حيدا حيدا يا فرحة الكون جاء أبو الحسن يا فرحة الكون جاء أبو الحسن جاء الذي أسرى في حبه البشرة لسنا لما أدحك سيدي أهلا ولن نقدر بالمدحن في وصفك مولايا يا حيدر لكننا جئنا نبوح بحبنا غوحا نتبادل التفريك بالأحضان والفرحا أله فاز الذي قال بالحب موالا عن حيدر الوالي أغلى من الغالي مولاي يا شهدي خذ من يدي عهدي خذ بيعتي خذها بالروح أفديها من غيره كان أخاً للمصطفى في دربه حيدا من غيره رفع اللواء للمصطفى في حربه حيدا من غيره كفواً إلى بنت النبي يا بشر حيدا من غيره بلسانه ختم البلاغة للعبر حيدا حيدا نشدوه ما عشنا لولاهما كنا نشدوه ما عشنا لولاهما كنا نبقى نقول علي بعد الرسول ولي نبقى نقول علي بعد الرسول ولي أدم الصلاة على النبي محمدي فقبولها حتما بدون ترددي أعمالنا أعمالنا بين القبول وعدها إلا الصلاة على النبي محمدي محمدي هنيئا لكل من لهج لسانه حرفا في حب علي بن أبي طالب هنيئا لكم أيها الناشئة نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وإلى مزيد من المشاركات القادمة إن شاء الله إعلان يقام هذا الموسم موسم أمير النحل برعاية كل من القبس الإلكترونيات والكهرباء نور النور للمواد الصحية وأبو جابر للعقارات وكنعان للتجارة العامة جزيل الشك نقدمه لمن ساهم في هذا الموسم يتغنى الشعراء والمنشدين والرواديد في حب علي بن أبي طالب وكل منهم يتنافس في تقديم حرف بسيط في حب علي فيقول أحدهم بحروف الهجاء ألف أهواك أيا حيدر يا ساقين عند الكوثر باء باب مدينة علم من يأتيها يأتي حيدر تاء تكفيك شهادته إنك مولانا بل أكثر ثاء ثقيا نبض فؤادي عن حبك لالا أتغير إن شاء الله ثبات الولاية جيم جندلت أكابرهم فسل الأحزاب وسل خيبر حاء حارت فيك عقول حق لها بك أن تتحير خاء خابت نفس لئيم لم يتولاك أبي شبر دال دامت راية نصر دامت في كفك يا حيدر دال ذللت رقابهم ونسفت الشيطان الأكبر راء ريحان وزهور عشقك كالمسكي أو لا العنبر قالوه أكيد كلكم تنتظرون الفرقة الجاية أو القادمة طبعا نذكرون رحنا المنامة وين كارزكان والدير الحين شوي منقرب إلى المرخ ننتقل إلى قرية عزيزة علينا قريبة منه بني جامرة قرية بني جامرة مع فرقة اسمها عظيم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ نبقى مع فرقة النبأ من قرية بني جامرة ليتحفون ويسمعون مدحهم وألحانهم في حب علي بن أبي طالب نستقبلهم بالصلاة على محمد وآل محمد القرية ببن تابعة ليتحفون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ونسأل الله أن يعودها علينا في أفضل حال وفي أمن واستقرار يعز على القلب أن نرتقي هذه المنصة وهناك من كان معنا هنا ولكن هذه الليلة خلف مكانه خالياً إلا أنه يأبى إلا أن يكون معنا مشاركاً فرحتنا وفرحتكم بلمساته وتوجيهاته وهو مغيب خلف قطبان السجون إنه عميد الفرقة خادم أهل البيت سيد علي الموسوي نسأل الله العلي القدير بحق صاحب هذه المناسبة أن يفرج عنه وعن باقي المعتقلين عنوان القصيدة مظهر العجائب الحان فرقة النبأ العظيم كلمات الأستاذ عبدالطاهر الشهاد راجين من الله القبول ومنكم الاستحسان ببركة الصلاة على محمد وآل محمد يجينا بفرحة الميلاد يجينا بفرحة الميلاد نشارك هالحفل انسه وننادي يا بو الشدات إلك وسط القلب همسه يا بحر الجود الممدود ولا ندري الكرم يكسه ولا نعرف عن الوالي اسم خادم إله ينسه إلك خادم يا بو العباس إلك خادم يا بو العباس نذر اسنينه حسه بقى بقيادهم مسجون ومن عطفك ومن عطفك رجاء لمسه وبد ماهو عجيب عليك وبد ماهو عجيب عليك يا باذل للعدل نفسه تخلص خادمك منهم تخلص خادمك منهم يا كل شي احنا نتنفسه ترحنا مركب ترحنا مركب وتايه ترحنا مركب وتايه ولا غيرك لنا مرسد يَا عَلِي اَعْلِي يَا عَلِي يَا عَلِي يَا عَلِي يا علي يا علي يا علي يا علي 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 ولي اتهى فأشرى قال نور الصدى وغر نبجي الطال رلاح نا الفناء رأيت جمال كذوم الجلال فرق رق قلبي بكل شراء رأيت جمال كذوم الجلال فرق رق رق قلبي بكل شراء رق 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 اشتركوا في القناة ودوما تحل بك المشكلة وناديت باسمك في الموضيلة علي أياه مليء والنجاة أرياد المواهب علي علي ومبدل عجائب علي علي أياه خير صاحبي علي علي وموج للنوائب علي علي لا تشكو من هم تحنى في ذكر علي هامات الشداد لا تشكو من فقر وبفضل أب الحسنين تنهمر الخيرات لا تشكو من هم تحنى في ذكر علي هامات الشداد لا تشكو من فقر وبفضل أب الحسنين تنهمر الخيرات نادي يا صاح علي عند ملاقات الأحزان ينكشف الكرب وتغشى عمرك رحمة الرحمن وتوسل باسم علي لله وكن في اطمئنا والله القادر حتما يأتيك بأمن وامام علي يا كل حياتي علي يا ركب نجاتي علي حبك يحميني من نار وعذاب علي يا كل حياتي علي يا ركب نجاتي علي حبك يحميني من نار وعذاب علي 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 اشترك علي جميع حياتي علي حياتي علي حياتي فخور بحبك يا سيدي أيا نور يوم وزاد غدي فخور بحبك يا سيدي أيا نور يوم وزاد غدي أدني الصلاة على النبي محمدي وقبولها حتمًا بدون الترجد أدني الصلاة على النبي محمدي أدني الصلاة على النبي محمدي أحسنتم أيضًا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرًا ولو سمح لنا الوقت نتمنين أن نبقى مع كل فرقة منكم وقتًا أطولًا لنشنف أسماعنا بكلماتكم وألحانكم الجميلة فشكراً لكم هناك أحاديث كثيرة مروية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولأئمة المعصومين في حق شيعة علي بن أبي طالب وفضلهم إذا تسمحون نذكر بس رواية واحد على الأقل أو حديث واحد راح يبين لأن ما كانت شيعة علي بن أبي طالب وفضلهم في الدنيا والآخرة عن علي بن الحسين عليه السلام قال قال سلمان الفارسي رحمة الله عليه كنت ذات يوم جالسًا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ أقبل علي بن أبي طالب فقال له ألا أبشرك يا علي طبعاً البشارة إلينا أيضاً إلى شيعة علي بن أبي طالب ألا أبشرك يا علي قال بلى يا رسول الله قال هذا حبيبي جبرايل يخبرني عن الله عز وجل أنه قد أعطى محبيك وشيعتك سبع خصال الرفق عند الموت والأنس عند الوحشة والنور عند الظلمة والأمن عند الفزع والقسط عند الميزان والجواز على الصراط ودخول الجنة قبل سائر الناس من الأمم بثمانين عاماً فهنيئاً لنا ولكم ولاية علي بن أبي طالب ونسأل الله الثبات على هذه الولاية إن شاء الله نحط رحالنا عند الفرقة الأخيرة من هذا الموسم من هذه الليلة المهرجان الأنشودي وهو تحت عنوان أمير النحو إن شاء الله مرة أخرى في الخلف الموجودين في الخلف نتمنى تفضلون قدام في مقاعد في كراسي وإن شاء الله الوقت ما يطول الفرقة الأخيرة إن شاء الله معنا نتفضل واجلسوا على المقاعد يعني أريح إليكم قلنا آخر فرقة إن شاء الله ستشاركنا في هذه الليلة طبعاً أنا حاولت أوصف لكم أين ولكن لا أستطيع أن يوصف أين؟ 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 بس يحتاجون منكم صلوات قوية على محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر منذ أن فقدت الفرقة منشدها المرحوم حسين محفوظ رحمة الله عليه أهدت جميع أعمالها إلى روحه رحم الله من يقرأ لروحه سورة الفاتحة ترجمة نانسي قنقر من تكونون حتى تستعرضوا أنفسكم أمام أنزع عجز المعصوم عن منافسته من تكونون أتظنون علياً الذي عجزت الدنيا لو عرضت نفسها عليه أن تملك منه خصفة نعل كالمرع الوبين يملكه كرسي أو إمارة من تكونون من تكونون أتظنون أجزي إليا أمام年سي قنقر من جميع قنقر من جميعا كرسي أو إمارة وإمارة التي قسمها جميعا كارسي قنقر لزهد لثامه حينما يقترب الفجر أراه بدى قبلة النخل مصبحا أقوفا تصلي خلفه تقرأ الضحى توارى عن الأنظار حتى كأنه شكى قلبه من كل هم تجرحا مشى والبساتين استحت من خضاره كأنه نهر في المسافات أصلحا أراه بلى قبلة النخل مصبحا أقوفا تصلي خلفه تقرأ الضحى توارى عن الأنظار حتى كأنه شكى قلبه من كل هم تجرحا مشى والبساتين استحت من خضاره كأنه نهر في المسافات أصلحا هذا علي كيف أمسى لوحده وجفن الحقيقة شوقا تقرحا ولو ينطق التاريخ يوما سمعته تأسف عن كل الوجود وصرحا أيا أمة أذنت لها كل ساقط وذا ابنها دون الجميع تسرحا هذا علي كيف أمسى لوحده وجفن الحقيقة شوقا تقرحا جفن الحقيقة شوقا تقرحا ولو ينطق التاريخ يوما سمعته تأسف عن كل الوجود وصرحا أيا أمة أذنت لها كل ساقط وذا ابنها دون الجميع تسرحا من كرسي كم جلسوا أمام النور وما لهم به أصل ولا قصل أحرب كي تلاقوا بعدها ظلوا فلا ضل ولا هم بعده ظلوا على الكرسي كم جلسوا أمام النور وما لهم به أصل ولا قصل أحرب كي تلاقوا بعدها ظلوا فلا ضل ولا هم بعده ظلوا أوه أبا تراب أبا تراب والعدل غاب والعدل غاب عد بالكتاب واحكم بنا شوقاً إلي شوقاً إلي مدى يدي مدى يدي ونبقى بنيك عش بيننا أمير المؤمنين وما سواك لها تزين الملك يا مولا يكلبها لتنفر عدلك الباقي وتسعدها فما بسمت سوى مد كنت حاكمها أمير المؤمنين وما سواك لها أمير المؤمنين وما سواك لها تزين الملك يا مولا يكلبها لتنفر عدلك الباقي وتسعدها وتسعدها فما بسمت سوى مد كنت حاكمها يا حيدار 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 أبا تراب والعدل غاب عد بالكتاب وحكم بنا شوقاً إليك مدى يديك مدى يديك ونبقى بنيك عش بيننا ويمضي الدهر لا تبقى فيه دولون عن العدل أراهم كل ما سألون أشاروا للغريها هنا نبنو علي العدل مهما قيل لن تصلوا أشاروا للغريها هنا نبنو علي العدل مهما قيل لن تصلوا يا حيدار يا حيدار يا حيدار يا حيدار يا حيدان يا حيدان يا حيدان لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد ثانيا على حب رسول الله ثالثا بأعلى بأعلى أصواتكم على حب أمير المؤمنين ثانيا على حب أمير المؤمنين ثانيا على حب أمير المؤمنين هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها فصار القلب بالحب قرينا نشأنا نرشف الإيمان من نبعين ولائين وبالطهر سقينا أحبي علي قد تربينا فذاب الحب بالأنفاس فينا تعرفناه بالإيمان مطرونا سواه لا أمير المؤمنين سواه لا أمير المؤمنين لك المؤمن عقيدة واحنا ما عدنا عقيدة بغير حبك يا علي إذا أذنني شاد والمحب صوت راداد يا علي يا علي يحق الكلم والي يرتفع راسه علي لأنه ولا علي ودائم يشكر أمه لأنها كانت تضمه يتنادي يا علي روحي بكاسي الهوى للمرتضى سكبت مذ كنت في المهد أنفاسي له كتبت هذا دعائي لمن في نشأتي تعبت لا عذاب الله أمي أنها شاربت حب الواصي وغذتني في الأبنين وحي بكاسي الهوى للمرتضى سكبت مذ كنت في المهد أنفاسي له كتبت هذا دعائي لمن في نشأتي تعبت لا عذاب الله أمي أنها شاربت حب الواصي وغذتني في الأبنين حب الواصي وغذتني في الأبنين علي للجنان طريقنا الأوحاد ولا درب تعقبنا سواه فأبواب الجنان بلا مفاتيحه إليها غير مفتح حواه فآمنا وأيقنا به حباً لنا بالذكر أوحاه الإله علي عن ديننا اخترناه عن وعاين ولا لن نرتضي دينا بلاه تخيرنا بإرادة نهتف بإسم شهادة ولي الله علي يحصنا بحشيرنا لو في معمرنا عاترنا ننجب ولاية علي إذا بيه نسألنا حب علي هو عملنا لينا كافي حب علي تربينا على حبها كل محب يشكر ربها لنجعل حب العلي حبي عالياً بيوم الحشر يرفعني ويفريش الدغب لي للجنة العدني شكراً لأم به كانت تقميطني وكان لي والدونيه وأبا حسني فصرت مندي وداءه وأبا حسني حبي عالياً بيوم الحشر يرفعني ويفريش الدغب لي للجنة العدني شكراً لأم به كانت تقميطني وكان لي والدونيه وأبا حسني فصرت مندي وداءه وأبا حسني فصرت مندي وداءه وأبا حسني شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة للمشاهدة شكراً للمشاهدة للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة